اشتركوا في القناة استدعت السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير خارجية لبنان والتي اكدت انها تتنافى مع الاعراف الدبلوماسية من جانبها استدعت الكويت القائمة باعمال السفير اللبناني لديها لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تستنكر الاساءات البالغة خلال تصريحات ادل بها وزير الخارجية اللبناني هذا وطلبت وزارة الخارجية المصرية من السفير اللبناني في القاهرة تقديم تفسير لما ادل به وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال في لبنان من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج وبدوره طالب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف وزير الخارجية اللبناني باصدار اعتذار رسمي لدول المجلس نظير ما بدر منه من اساءات غير مقبولة على الاطلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر